السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعين الكرام معكم لون الحجير النهاردة إن شاء الله الوصفة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها تورتة شوكولاتة تورتة سهلة وبسيطة لكل المبتدئين تقدروا تعملوها بكل تفاصيلها من أول الكيك والجنش والكريم كل حاجة فيها بخطوات بسيطة جدا هنخرج مع بعض أشهى تورتة وكمان اقتصادية زي ما تعودنا دايما مكوناتها موجودة في البيت الكيك بتاعت التورتة سبونش عالية رطبة وهشة وخفيفة معمولة بعدد اتنين بيضة فقط وكمان زوقناها بدون فورمات وبدون أقمع حلواني بطريقة سهلة وبسيطة خرجنا أشهى تورتة وأشيك تورتة ندخل مع بعض ونشوف تفاصيل التورتة مع بعض إن شاء الله تنول إعجابكم ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة بسم الله هنبدأ مع بعض تحضير الكيك أول حاجة هنخضرها في الخلاط الكهرباء عشان تكون سهلة وبسيطة أنا معايا عدد واحد بيضة وضفت عليها كوباية إلا ربع من اللبن الحليب نص كوباية من الزيت كوباية من السكر الحبيبات معلقة كبيرة من الخل وهخلطهم كويس جدا لمدة خمس دقايق في الخلاط هنحضر مع بعض المواد الجفة أنا معايا كوبايتين من الدقيق وعليهم رشة ملح وباكت من الباكتينج بودر وباكت من الفانيليا وهقلبهم كويس جدا وحضيف عليهم الخليط اللي ضربناه في الخلاط وهقلبهم بالمضرب السلك لحد لما يمتزج معايا خليط الكيك بكون غالية ميا محضراها نص كوباية من الميا المغلية هضيف عليهم باكت من الدينس كافيه أو معلقة صغيرة من القهوة سريعة الزوابان وحضيف عليهم معلقة كبيرة من الككاو الخام أو الككاو المر وحقلبهم كويس جدا وحضيفهم على خليط الكيك طبعا أثناء تحضير خليط الكيك ببقى مسخانة الفرن محضراها ومحضرا جنبي طبعا القالب اللي حخبز فيه الكيك معفراه مسحة سمنه معفراه برشة دقيقة أول ما بضيف الميا السخنة أو النسكة فيه زي ما شفنا مع بعض بتحس إن الخليط بدأ يفك مننا طبعا مع التقليب المستمر بيرجع تاني خليط الكيك يربط معنا زي ما احنا شايفين طبعا ببقى محضرا القالب وبفضي فيه الخليط وبدخله الفرن على الراف الوسطاني على الشبكة أخذ بالزبط نص ساعة مش بفتح عليه الفرن نهائي الخليط بتاع الكيك حضرته على مرتين خبسته على مرتين بنفس الطريقة ونفس المكونات في نفس القالب يعني أنا احتجت في الترطة اتنين كيك زي ما احنا شايفين مع بعض طبعا هشة وصفنجية وعالية زي ما احنا شايفين كل كيك معمول لحاله بعدد بيضة تمام؟ بعد ما بردت تماما بخرجها من القالب بتاحها حبدأ طبعا التزويق أو الجرنشة بتاعت الترطة اول حاجة بشيل القبة العالية اللي بتبقى من فوق في شكل الكيك علشان يبقى كله مستوي معايا ببقى محضرة عصير كمبوت او اي عصير او ممكن حتى لو معلقة من عسل النحل وعليها معلقتين من المياه وببدأ ان انا اشرب الكيك بالفرشة تشريبة خفيفة كده من فوق ببقى محضرة برضو الكريم شانتي هحط لكل لينك بتاع الكريم شانتي في صندوق الوصف طبعا عشان الفيديو ما يطولش علينا فما عملتش الكريم شانتي معنا لكن هو السهل وبسيط جدا وبودرة الكريم شانتي بجيبها خام من عند مستلزمات الحلواني ما بستعملش الكياس الجهزة طبعا بغطي اول واحدة لان دي هتبقى النص بتاع الترطة وجبت النحية التانية حطتها من فوق زي ما احنا شايفين او الكيك التاني وحابدأ برضو امسحها مسحة خفيفة بالعصير او التشريبة اللي انا محضرة بالفرشة من فوق كده زي ما احنا شايفين وبغطيها بكمية من الكريم شانتي من فوق وبغطيها كلها تماما او دي عملية التجليس او خطوة التجليس ان انا بغطي كل الترطة بالكريم شانتي طبعا الخطوات بتبقى بسيطة وسهلة احنا شايفين مع بعض الموضوع مش بياخد وقت اللي متعود واللي سهلة علي الموضوع هنا حابين ان انتو تمسحوها كويس جدا يبقى كلها متساوية اوكي انا حبيت ان انا اعمل الشكل ده فعملت بالطريقة اللي احنا شايفينها بدهر المعلقة بعد ما بطنتها بالكريم شانتي كله علشان مش عايزها تبقى مستوية عملتها تعريجات زي ما احنا شايفين اديت شاكري طبعا معايا في النهاية حلو جدا بعد ما عملتها بالطريقة دي دخلتها الفريزر لمدة ساعتين قبل ما اكمل باقي التجهيز بتاعة التورت تمام تمام دي خطوة التجليز بتاع الكريم شانتي بعد مرور ساعتين خرجتها وحبدأ ان انا اغطيها او اعمل المرحلة التانية وهي عبارة عن الجنش الجنش الاقتصادي عملتوا معاياكم قبل كده هحطلكوا برضو رابط الفيديو بتاعه في صندوق الوصف سهل و بسيط جدا بدون حليب و بدون كريمة بطريقة بسيطة تقدروا تحضروه في اقل من خمس دقايق بدأت ان انا اعمل الخطوة البسيطة جدا دي برضو بالمعلقة ما استخدمتش اي فورمات تمام ولا حتى كيس ولا اي حاجة بالمعلقة مجرد ان انا بدأت اني امشي بالجنش بتاعي حوالين داير ميدور الحروف بتاعة الترطة وكمان اسيل بيها على شكل اللي احنا شايفينه الدروب ده او دموع زي دموع الشمع طبعا على الشكل التاني اللي تحت بين كريم شانتي اللي هو عملته التعريجات بالمعلقة طبعا في الاخر ده شكل فعلا تحفى بعد كده من فوق غطيت النص بتاعها بباقي الجناش وزعته برضو بضهر المعلقة حبيت ان انا ادي طابع مميز عندي الجليتر ده بيت با عندي مستلزمات الحلوانية برضو حطيته على ضهر معلقة او سكينة او اي حاجة متوفرة عندكم وبدأت ان انا احطه قدام المروحة او حتى انفخ بي اطيره عليها يبقى بالشكل ده وعندي الاوالب بتاعة الشوكولاتة دي الورق بيتباع برضو عند مستلزمات الحلوانية اي اشكال حابين تجيبوها سيحت شوكولاتة خام في الماكرويف وحطيت في الورق بتاع الاوالب ده وحطيته في الفريزر بعد ما جمت خرقته وحطيته بالشكل ده عندي مكعب من الشوكولاتة البيضة سيحته برضو في كيس وبدأت ان انا اناقض به مجرد تنقيت مش اكتر ما حطيتش كتير وبعد كده وزعته بخلة الاسنان او بالتوزبكس وداني الاشكال الجديدة او الغريبة او الاشكال طبعا ادي الطابع مميز مع اللون الدهبي اللي انا رشيته على الوش ادي معايا شكل الاكسي دي او النحاسي ده قصر معايا شكل الشوكولات طبعا الكيك هشة ورطبة جدا طعمها فوق التحفة ما اخدتش مني وقت ولا مجهود وكانت ترطة شيك جدا وقدمتها كمان في عيد ميلاد يعني بجد ترطة روعة ده غير طعمها وقبل كل شيء طبعا اقتصادية وغير كده اكيد طبعا كل مرة بقى نوه عليكم الحاجة اللي بنعملها في البيت بتكون انضف واحلى واوفر واشهة من بره جربوها ان شاء الله تنول اعجابكم ياريت يا جماعة لو سمحتوا ما تنسوش لايك للفيديو مع الاشتراك في القناة للي اول مرة يشرفني كانت معاكم نونا الحجير صحتين وهانا على لكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة